تقرير يعني هنشوف بقى ما بين قانون الكائنات الإرهابية وقانون التحفظ على الأموال اللي بيحصل بالضبط تعالوا نشوف مشاهدينا الكرام ونتابع عذا التقرير ثم نعود لمواصلة الحوار مع سيدة المشار محمد عوض فلا تذهبوا بعيدا دعونا ننتابع موافقة البرلمان بشكل نهائي وبأغلبية التلتين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف موافقة مجلس النواب على قانون للتحفظ على أموال جماعة الإخوان جاءت كخطوة لمصادرة الحقوق كما تعتبر استكمالا لسد التغرات بقانون الكينات الإرهابية الذي أصدره حبد الفتاح السيسي في فبراير 2015 في ظل غياب النزاهة عن المجالس التشريعية والرقابية في مصر في قانون الكينات الإرهابية يمثل المتهم أمام محكمة سرية دون أي فرصة للتواصل مع محامين فقط يتوقف الأمر على تحريات أمن الدولة ويكمله قانون التحفظ المصدق عليه منذ أيام وهذا ما اعتبره محامون مشبوها شكلا ومضمونا والتفافا على أحكام القضاء الإدارية كما حدث مع نجم مصر السابق اللاعب محمد أبو تريكا بعدما ألغت المحكمة الإدارية قرار التحفظ على أمواله فأبو تريكا يعد قدوة حسنة ومثالا للسمعة الطيبة بما يكشف إصرار النظام على فضح نفسه أخلاقيا وسياسيا بالتحفظ على أموال النجم المحبوب وإدراج اسمه على قوائم الإرهاب بعدما حجزت محكمة النقد الطعن المقدم من اللاعب و1537 آخرين لجلسة الثاني من يوليو المقبل الألاف من المعتقلين السياسين في مصر يعانون تضييق من قبل قوات الأمن والانتهاكات المتنوعة من تعذيب وإهمال طبي لتكمل الدوائر القضائية والتشريعية دائرة الظلم بالتحفظ على أموال المعارضين لنظام السيسي مما يتسبب في معاناة أسرهم ماديا ومعنويا فيما نبه حقوقيون إلى أن المعيار الذي يحدد ما إذا كان الشخص المتهم إرهابيا أم لا هو تحريات الأجهزة الأمنية وهذا مخالف للقواعد الدستورية التي تمنع المساس بالأموال وحماية الملكية الخاصة لذلك لم يتردد النظام العسكري الحالي في اختراق القانون والدستور للتضييق على معارضه ليصف السياسيون هذه القوانين بأنها الأسوأ في تاريخ التشريعات كما اعتبرها رجال القانون عبارة عن مجموعة من الخروقات ستعدم أمام أي محكمة دستورية مستقلة موسيقى